شركة شاومي اعلنت عن موبايل الشاومي ريدمي نوت اتناشر فورجي هنتكلم في الفيديو ده عن كل حاجة عن الموبايل مواصفاته مميزاته عيوبه سعره حتى محتاجات العلبة بتاعته مش هتطلع من الفيديو ده اللي انت عارف كل كبيرة وصغيرة عن الموبايل ده وهل يستحق الشراء او لا خليكم معنا ويلا بنا نبدأ اول حاجة هنتكلم هنا عن الموبايل ان هي مواصفاته الموبايل جاي كله من البلاستيك الموبايل عندي بيضعم شبكات الفورجي وزن الموبايل مية تلاتة وتمانين جرام الموبايل مقاوم لقاطرات المية الخفيفة بشهادة اي بي تلاتة وخمسين اما بالنسبة للشاشة فالشاشة عندي جاية على شكل السجب في المنتصف وهي من نوع اموليد المساحة بتاعتها ستة وسبعة وستين من مية بوصة فول اتش اي دي بلاس دقة بتاعتها الفين وربعمية في الف وتمانين بيكسل كسفت البيكسلات بتاعتها تلتمية خمسة وتسعين بيكسل لكل بوصة تحديث بتاع الشاشة دي هو مية وعشرين هيرتز عندي فيه طبقة حماية من نوع كورنين جوريلا جلاس الجيل التالت الشاشة دي بيوصل اقصى درجة السطوع بتاعها الف ومتين شمعة لو هنتكلم هنا على المعالج اللي موجود في الموبايل ده فهو فهو من شركة كوالكم هو السناب دراجون ستمية خمسة وتمانين تكنولوجيا بتاعته هي ستة نانو متر المعالج الرسومي اللي موجود هنا والادرينو ستمية وعشر لو هنتكلم على فهو جاي بنظام التشغيل اندرويد تلتاشر مع وجهة شاومي الميو اي اربعتاشر لو هنتكلم هنا على الكاميرات فالكاميرات الخلفية هم تلك كاميرات الاساسية خمسين ميجا بيكسل فتحة العدسة بتاعتها اف واحد وتمانية من عشرة والكاميرا التانية تمانية ميجا بيكسل فتحة عدسة اف اتنين واتنين من عشرة ودي بتاعت التصوير الواسع كاميرا التالتة اتنين ميجا بيكسل فتحة عدسة اف اتنين واربعة من عشرة. ودي بتاعت الماقر. وبرو عندي فيه فلاش. اما القامرا الامامية هي تلاتاشر ميجا بيجسل. فتحت العدسة بتاعتها فتنين خمسة من عشرة. القاميرات الامامية هنا بتدعم الاتش دي ار. وبتصور فيديو ايات لحد الف وتمانين. اما لو هنتكلم. اما لو هنتكلم عن البطارية فهي خمس تلاف ميلي امبير. وبتدعم الشحن تلاتة وتلاتين وقت. الموبايل عندي فيه مايك عازل للضوضاء. عندي البصمة جيه على زرار البور. وعندي في فيس ان لوك. عندي فيه مدخل التلاتة ونصف ميلي بتاع السماعات. ومعظم المستشعرات موجودة في الموبايل ده. منفز الشحن عندي هنا من نوع اليو اس بي طايب سي. الموبايل عندي هنا جايب اكتر من اصدار الاربعة وستين واربعة جيجا رام. والمية تمانية وعشرين واربعة جيجا رام. والمية تمانية وعشرين وستة جيجا رام. والمية تمانية وعشرين وتمانية جيجا رام. وتقدر تركب كارت ممري لحد واحد تيرة. سعر الموبايل في مصر 188.4.6300 جنيه والنسخة 128.6.7000 جنيه والنسخة 128.8.7500 جنيه. بالنسبة لمحتويات العلبة بتاع الموبايل ده هتلاقي في العلبة الموبايل وعليس كرينا وفي راس الشاحن اللي هي 33 وط وسلك الشاحن اللي هو الطيب سي دبوس معدني وكتيب التعليمات. وفي الاخر خالص ايه هي عيوب الموبايل ده? ما بيصورش فور كيه الحواب بتاعت الشاشة نوعا ما وبالذات السفلية منها كبيرة شوية مش هتلاقي فيه سماعات في العلبة اللي هي سماعات الأزل مفهوز صوت ستيريو الكاميرا السيلفي نوعا ما أداءها مش قدي كده كل حاجة عيوب عيوب ما فيش مميزات أكيد لا فيه مميزات عندي المعالج هنا معالج جيد هيسد معاك عندي البطارية بطارية مميزة مع الشحن الثلاثة وتلاتين واط عندي شاشة شاشة مميزة جدا عندي فيه شريحتين وكارت في نفس الوقت عندي فيه IR اللي هو تقدر تشغل الموبايل كرمود وعندي أحدث واجهة للتشغيل بكده قلنا لكم كل حاجة عن الموبايل بأن يكون الفيديو عجبكم شوفكم فيديو جديد سلام عليكم